الأمريكيون يعيشون في الدين وأرقام لا تبشر بالخير الاحتياط الفيدرالي يتحضر لرفع سعر الفائدة وعواقب وخيمة على الاقتصاد الأمريكي الكشف عن أكبر عملية احتيال والسرقة للمساعدات التحفيزية وبايدن يعلن نهاية كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية تحياتنا لكم متابعينا ومشاهدينا من قناة الأخبار معكم حسين هانشم وحلقة جديدة ومباشرة من برنامج شوفي ما فيه نستعرب من خلال آخر وأهم المستجدات على صعيد الولايات المتحدة الأمريكية وحلقة دسمة دسمة بكل ما للكلمة من معنى لأنه من معنى لأنه بدنا نقش مواضيع حياتية تمس حياة الأمريكيين كلهم إن كنا عم نحكي من ديون على الكريدت كارتس على بطاقات الاعتمان أو للخطوة التي سوف يتخذها الاحتياط الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع من ناحية رفع الفائدة على الاقتراض وبالتالي تأثيرها على الشعب الأمريكي أو من ناحية المساعدات الحكومية ومساعدات الحزمات التحفيزية اللي كان عم ينكشف عن السرقات بملايين الدولارات عم بتصير لهذه الأموال أو من ناحية جائحة كورونا وهذا الإعلان الجيد إلى حد ما إنه هذه الجائحة الحكومية الفيدرالية وإدارة الرئيس بايدن عم بتقول إنه هي انتحت شو التفاصيل لهذا الموضوع أكيد قبل ما نخد بتفاصيل هذه الأخبار الدسمة والمهمة لدعم هذه القناة والاستمرار في تقديم هذا المحتوى نتمنى منكم متبعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك، إنستجرام، إنستجرام، تويتر، تيك توك ويوتيوب تفعيل جلس التنبيه ترون أنتوكيشن، والشي 100 ألف لايك لهذا الفيديو قبل ما نبدأ بأكيد أخبارنا، تحياتنا لكل اللي عم يحضرنا نبدأ بالخبر الأول لحلقتنا لليوم والمتعلق بالديون اللي عم بيضطر الشعب الأمريكي إنه هو يتدينها أو يقترضها هذه الأموال لسداد فواتير إن كان فواتير المواد الغذائية أو الخدمات وغيرها يعني صراحة نتيجة التدخم وارتفاع التدخم عم يتطر الشعب الأمريكي إنه يتدين أكتر وأكتر يعني فيه تقرير حكينا عنه نحنا مش من فترة كتير طويلة كان عم بيبين إنه بيونيو 2022 وصلنا لمعدل تاريخ جديد بناءً على الاحتياط الفيدرالي هيدا اللي طلعوا لهيدا الاحتياط الفيدرالي تبع نيويورك طلع هيدا التقرير بيونيو قال إنه بيونيو 2022 كانت الديون تبع الأمريكيين على بطاقات الاعتمان وصلت لـ 887 مليار دولار هيدا الرقم بيعتبر كان زيادة بـ 13% عن سنة 2021 يعني من 2021 إلى 2022 زادت الديون على بطاقات الاعتمان على الكادتكارت 13% وبناءً على كبير الخبراء الاقتصاديين بـ Lightcast كان عم بيقول إنه هذا الارتفاع في معدل الدين على بطاقات الاعتمان يعتبر الأكبر منذ عشرين عام رون هيتريك كبير الخبراء الاقتصاديين كان عم بيقول هيدا الموضوع طيب لطلع تقرير جديد كمان هيدا الأسبوع من creditcards.com عم بيقول إنه 60% من حاملي بطاقات الاعتمان في الولايات المتحدة الأمريكية عم بيحملوا هيدا الديون عم بيكون فيه بالانسز على الكريدت كارتس تبعون يعني على الأقل لسنة وهيدي زيادة 10% عن عام 2021 وأنتو بتعرفوا تلما بالكريدت كارتس و بالطاقات الاعتمان الفائدي عليهم بعد شوي بحكي عنا بس فائدي كبير جداً وإذا أنت بس عم تعمل هيدا المنوموم بايمنت ما عم تدفع البالنس كله اللي هو الستيتمنت بايمنت بيسموه بساعتها بيشرجوا عليك فائدة وانترست رايت مظبوط ولا لا كمان بناء على كبير المحللين بكريدت كارتس دوت كام عم بيقول أنه عم بيصير من الصعوبة للأمريكيين أنه يخرجوا من هيدا الديون نظراً لأنه الاشياء اللي عم بيصرفوا عليها هيدا المصاري هي اشياء أساسية ومنها كماليات وأيضاً بناء على هذا التقرير بيّن أنه 59% من الأمريكيين للدخل السنوي تبعهم 50 ألف دولار أو ما دون عم بيضل عندهم بيلانس أو دين من شهر لشهر على بطاقة الایتمان خاصة فيهم والفئة من الأمريكيين اليهن بيعملوا بالسنة ما بين 50 ألف و 80 ألف 49% منن عم بيكون عندهم ديون من شهر لشهر و46% من الأمريكيين اليهن بيعملوا ما بين 80 ألف ل 100 ألف دولار بيّن expense كمان عم بيضل فيه عندهم ديون على بطاقة الايتمان من شهر لشهر أيضاً بعض هؤلاء اللي كان عم بيحكيه التقرير بالسنة يقولون أنه واجهتهم نفقات غير متوقعة وتكاليف غير متوقعة مثل فواتير طبية وإصلاح المنزل والسيارة على الرغم من أنه تقارير التضخم لشهر يوليو ولشهر أغسطس كانت تبين أنه التضخم إلى حد ما نزل بالولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه التضخم الجوهري في أمريكا كان يطلع من يوليو إلى أغسطس من 5.9% إلى 6.3% وهذا يؤثر على الشعب الأمريكي بشكل عام إخواننا ديون على البطاقات الإئتمان صعبة لماذا؟ لأن الفائد عليها مرتفعة هي ما بين 18% إلى 25% وبناء على هذا التقرير يقول حتى لو شخص لديه مرتفع مرتفع ما رح فيك تجيب أنت سعر فائدي على بطاقات الإئتمان أحلى من 18% وحسبوا أنه إذا واحد عنده ألافات الدولارات ديون على الدولارات بده يدفع عليهم متوسطا تقريبا 20% يعني حسبوا قداش عم يدفع بس إنترستريت عليهم لهودي يعني قداش عم يدفع عليهم فوائد وهيدا بيأثر كتير عليه مظبوط ولا لأ وأنت لما بلش تعيش بالفائدي وبالدين هيدا بيشكل خطورة لإلك سراحة لأنه بأي وقت من الأوقات أنت ما بتدفع بيصير بيصير في عليك كالكشن لما بيصير في عليك كالكشن وما بتدفع أنت ساعتها الكريدت سكور تبعك رح ينزل وإذا الكريدت سكور تبعك نزل كل شي بيهون بالولايات المتحدة الأمريكية إن كان بدك تشتري بيبك تشتري سيارة بدك حتى تعمل رانت تستأجر كله صار مرتبط بالكريدت سكور تبعك وبالتالي في بعض الأحيان في كتير أشخاص عم يضطروا لروحوا يعملوا إفلاسهم بسبب هذا الموضوع شفتوا أين النقطة اللي واصلين له؟ ننتقل إلى خبر آخر بحلقتنا اليوم هو يتعلق بمساعدات كورونا ومساعدات الأموال التحفيزية وزارة العدل الأمريكية بمؤتمر صحفي اليوم كانت عم بتأعلن أنه كشفت عن خلية من أفراد وجمعيات كانوا عم بيسرقوا أموال الحزمات التحفيزية بمبالغ كبيرة جدا تم توجيه التهم اليوم نهار السلاثاء لأكثر من 47 شخص اتهموهم بأنه هن عم بيقوموا كانوا بأكبر عملية احتيال تم الكشف عنها إلى حد الآن فيما يتعلق بمساعدات التحفيزية الخاصة بجائحة كورونا سرقوا 250 مليون دولار 250 مليون دولار سرقوا تخشوها؟ راحة الدم وراحة الضمير خلال أزمة وجائحة كورونا وخاصة وزارة الزراعة وعملوا برنامج حتى يوفروا وجبات مجانية للأطفال وخاصة الأطفال اللي عايشين بعائلات بيعتبر انه هن عندهم دخل بسيط أو Lower income family بيسموهم وجل الكونجرس الأمريكي ومدد هذا البرنامج ليشمل أطفال أكثر وقت الحكومة الأمريكية صارت تستعمل جمعيات لحتى تساعدها بأنه توزع هذا الطعام فأجوا في جمعية اسمها feeding our future مركز الأساسي في ولاية مينسوتا شكلوا خلية من الأفراد وهالجمعيات وبدل ما يصرفوا هذه المصريات لحتى يوزعوا الوجبات مجانا للأطفال شو راحوا يعملوا إخواننا راحوا يشتروا سيارات فخمة ومنازل ومشتريات شخصية مجموع العام لإلا 250 مليون دولار البرنامج اسمه Federal Child Nutrition Program واجت هذه الجمعية وصاروا يأسسوا شركات وهمية وهذه الشركات الوهمية تحط أنه والله أنا عندي مركز توزيع طعام هوني ومركز توزيع طعام هوني كمان وهمية وأيضاً صاروا يسجلوا أسماء أطفال كمان وهمية لحتى يقبضوا عليهم بالإضافة إلى كل هذه الأسماء المهمية والخدمات الوهمية والتوزيع الطعام الوهمة كمان كانوا عم بيحطوا رسوم إدارية Administrative fees 18 مليون دولار 18 مليون دولار بالإضافة إلى ذلك كانوا عم بيتقادوا رشاوي وعمولات من أفراد وشركات لحتى هن يعطون هذا البرنامج ما هي العملية الاحتيال الكبيرة؟ هذه أكيد تعتبر أكبر عملية الاحتيال يتم الكشف عنها من قبل وزارة العدل الأمريكية فيما يتعلق بمرامج ومساعدات الأموال التحفيزية التي كانت مخصصة خلال جائحة كورونا لديكم هن الجمعيات الغير ربحية ما ننشب عاد صراحة هلأ مش كلهم بس للأسف الكبير في كتير جمعيات غير ربحية بتلاقي يعني حاطين حالهم وعيالهم وقريبينهم كلهم على الجمعية وكلهم عب يقبضوا معاشات وحاطين حالهم إنه هن موظفين بالجمعية وبيعطوا متل ما بيقولوا عنا باللبناني بدنا بإدنه للعالم يعني بيجيهم لتساي جرانت بمئة ألف دولار حتى نعطيه هيكي مثل يعني بسيط بياخدوا هن تسعين ألف دولار رسوم إدارية ومعاشات لألون وبيعطوا عشرة ألف دولار لها العالم مؤسسات خيرية شوفيني يا مونيرا طيب ننتقل إلى الخبر الثالث بحلقتنا لليوم واللي هو يتعلق بالخطوة المنتظرة للألحياطية الفيدرالية اللي هو رح يبلش اجتماعه اليوم نهار الثلاثة وبيخلص بكرة نهار الأربعة عشرين وواحدة وعشرين وبس يخلص سيد الاجتماع رح يأعلنوا عن زيادة في الانترستريت في سعر الفائدة على الاقتراض في الوليات المتحدة الأمريكية طيب خليني أرجع شوي بالزمن لو لا إذا تسمحوا لي بشهر يونيو بجون لما الاحتياط الفيدرالي لأول مرة منذ فترة كتير طويلة علّى الانترستريت أو الفائدة بـ 0.75% أو 75 نقطة وقته رئيس الاحتياط الفيدرالي جيريمي بوول قال قال أنه الزيادة بالفائدة كبيرة وغير عادية ورجع قال لا أعتقد أن تكون خطوات بهذا الحجم شائعة هذا ما قاله رئيس الاحتياط الفيدرالي جيريمي باول بشهر يونيو ثلاثة شهر من شهر يونيو جولاي، آغست، سبتمبر الاحتياط الفيدرالي ظهر ثلاثة مرات مطلع الفائدة أو الانترستريت 75 نقطة أو 0.75% بعد ما قال بـ يونيو أنه لا يعتقد أن تكون هذه الخطوات بهذا الحجم شائعة وكمان يتم الحديث أنه بكرة يتم الحديث أنه بكرة بدأ كمان يعلو الانترستريت أو الفائدة على الاقتراض كمان بمعدل 75 نقطة على الأقل هناك بعض الحديث وبعض الأشخاص من ضمن الاحتياط الفيدرالي عم يشجعون أنه يعلوه 100 نقطة وهي دا رح يكون كاريسي صراحة بس الاتجاه حسب ما عم بيناحكى حاليا في الأرواق الإعلامية والمالية أنه لرفع سعر الفائدة بمعدل 75 نقطة أو 0.75% هذا الارتفاع اللي هو من قبل كان يعتبروه ارتفاع بالانجليزي بيقولوله أوتسايزد أو أوتلنتجد يعني ضخم وغريب هلأ صار كامن يعني صار عادي حاليا ليش؟ لأنه عم بيقولوله الخبراء الاقتصاديين الاحتياطي الفيدرالي كان عنده سوء تقدير لحجم التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي وبالتالي تأخر في التعامل مع التضخم ونتيجة هذا التأخير في التعامل مع التضخم عم بيضطر أنه خطواته يكون سريعة وإلى حد ما غير مدروسة حسب عم بيحكوا الخبراء الاقتصاديين عم بيتسرع ليه؟ لأنه تاريخيا الاحتياطي الفيدرالي لما كان بيطلع أو بنزل مش عطول بيطلع أو أب بيطلع أو أب بنزل معدلات سعر الفائدي الـ Interest Rate كان بيطلعها بشكل slow and deliberate يعني بشكل بطيء بطيء بيطلع إنما حاليا اللي عم نشوفه إنه هو عم بيطلع الـ Interest Rate بشكل سريع وسريع جدا هدفه للإحتياطي الفيدرالي هو إبطاء النمو وطلب المستهلك بده يقلل slow the growth والconsumer demand ولكن نتيجة هذه الخطوات السريعة اللي هي مفعولة بيقولوا فيه lag بالمفعول يعني مفعولة ما بيبين أثره هلأ حاليا مفعولة بيبين أثره بعد كم شهر عم بيقولوا الخبراء الاقتصاديين بناءً ما عم بيحصل هلأ حاليا وبناءً على أردي عم نشوف بالسوق العقاري أسعار الفائدي على القروض العقارية ارتفعت لأرقام مش شايفينها من 14 سنة وهناك بطء بالسوق العقاري صار حاليا وحتى التوقعات بالنمو نزلت من كل الشركات اللي بتعمل توقعات للجروس أو النمو عم بيقولوا يتوقعوا انه نتيجة هذه الخطوات اللي عم بياخدها المتسرع على الاحتياط الفيدرالي ونتيجة يعني سوق التقدير والتأخر في عملية مواجهة التضخم في نهاية عام 2022 لبداية عام 2023 الولايات المتحدة الأمريكية سوف تواجه ركود أو مشاكل اقتصادية كبيرة طيب مش بس هيك زيادة السعر الفائدي كون هدفوا لهذا البرنامج كمان نزيد المعرفة تبعكم وطبعنا بنفس الوقت عم بتقدر لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة وهي منظمة غير ربحية تدافع عن خفض العجز الفيدرالي عم بتقول انه زيادة أخرى في سعر الفائدي بمقدار 25 نقطة اللي هو 0.75% او 75 نقطة يوم الأربعة بكرة ستضيف ستضيف حوالي 2.1 تريليون دولار الى الدين الوطني العام اللي هو تقريبا رح يوصل لحدود ال 31 تريليون دولار ليش؟ لانه انت لما بتعلل الفائدي ايضا تكاليف الاقتراض على الديون بتعلم الخبر قدامكن فبكرة لما بيأعلنوا انه بدنا نزيد الفائدي 0.75% يعني الدين العام بامريكا على السنوات المقبلة رح يكلفنا 2.1 تريليون دولار بالنطر ليطلع هيدا القرار بكرة وبس يطلع هيدا القرار منحكي عنه اكتر بالتفصيل ومنشوف تأثيره لهيدا القرار دايما يعني ارقام هيدا الشهر للتدخم ما كانت مباشرة صراحة بس ان شاء الله ارقام المقبلة بتكون احلى ننتقل الى الخبر الاخير بحلقتنا اليوم ومننهي بشكل ايجابي بحسب رأي رئيسنا رئيس الولايات المتحدة الامريكية جو بايدن اللي كان عم بيأعلن نهارا الاحد انه نهاية جائحة كورونا اعلن رسميا رئيسنا قالنا انه كورونا انتهى شو رأيكم انتو كورونا انتهى ولا ما انتهى اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن نهارا الاحد في مقابلة اجريها مع محطة البي ام ساري سي بي اس لبرنامج سكستي منت ستين ديئة بانه جائحة كورونا انتهت عم بيقول اذا لاحظته حسب زعم اكيد الرئيس لا احد يضع كمامات يبدو الجميع في حالة جيدة جدا لذا اعتقد ان الامور تتغير ايضا منظمة الصحة العالمية اخواننا كانت عم بتقول انه العالم لم يكن في اي وقت من الاوقات في وضع افضل من ما هو عليه حاليا للقضاء على جائحة كورونا اذا ما نحكي بالارقام اول ما استلم الرئيس بايدن الرئاسي كان للأسف الشديد بيموت بامريكا ما يقارب 3000 شخص يوميا بسبب جائحة كورونا حاليا بعدنا بامريكا هناك اصابات كبيرة جدا وبعدنا بامريكا يوميا حسب الاحصاءات بناء على وكيلة رويترز بتوفى بامريكا بسبب كورونا 400 شخص يوميا بعدنا لحد هلأ حتى الرئيس بايدن اذا مذكرين انتم صاب بكورونا مرتين ورا بعد بشهر يوليو بشهر سبعة نصبعد هلأ بايدن طلب تمويل اضافي لمواجهة كورونا وللتحضير لزيادة محتملة في حالات الاصابة بكورونا في فايس في فصل الخريف القادم طلب من الكونجرس الامريكي انه يخصص ما يقارب 22.4 مليار دولار بايدوية عم بحكي انا يوميا ما عم بحكي عن الرقم العام قديش كم شخص توفى من نتيجة كورونا بالمتحدة الامريكية عم بحكي عن الاحصاءات اليومية بناءا على ارقام من وكيلة رويترز كان يموت 3000 واحد اول ما استلم بايدن يوميا هلأ عم بيموت 400 واحد كل روح اكيد عزيزي وغالي بس نحن عم نحكي ارقام هلأ حاليا فيعني ما يعرف انتو عطونا رأيكم انتهت كورونا او لم تنتهي كورونا هلأ الرئيس بايدن عم بيقول خلصت كورونا طب اذا خلصت كورونا طب ما طلع تصريح فاوشي كبير المستشارين بالبيت الابيض متعلق بالامور الصحية وقال انه واصلا حتى سلطات الفيدرالية الصحية بلوات متحة الامريكية قالوا انه كورونا ولقاح كورونا سيصبح سنوي كيف انتهت كورونا وبعض اللقاح موجود وبدلنعطى بشكل سنوي معقولي فيك تقول قل كورونا بس انه انتهى كليا بعتقد التعبير خاطر بس انه حالات قلت اوكي ما بي يعني منتفق نحن وياك عدوان بدناش نبقى ننهي بشكل ايجربي خلص انتهت كورونا على حسب يعني زعم الرئيس الامريكي جوبايد عطونا رأيكم بهذا الموضوع وعطونا رأيكم بهذا الاخبار شوي طلعونا بوقت مختلف نحن يجري او منطلع على السبعة او منطلع على العشرة بالليل يوم طلعنا هيك بوقت مختلف اللي هو ساعة 8 يعني ما بيأسر دايما تحضروا للحلقة انتو عطول بعد ما تخلص ما تنسوا اكيدي متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك انتجرام توتر تيك توك ويوتيوب تفعيل جرس التنبيه ترن اون نوتيفيكيشنز التفاعل مع المحتوى من خلال اللايك والكومنت والتعليقات والشيرز والتاجز ودايما تابعونا وتابعوا قناة شو الاخبار بيصلكم الخبر اولا وبكل موضوعية وشفافية وباللغة العربية الى اللقاء وفي رعاية الله